دائما ما يثير سفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي جذل واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي سواء حين يقوم بطبخ الأكلات العراقية الشهيرة أو من خلال تصريحاته بشأن الوضع العراقي لسيما ما تتعرض له قوات التحالف الدولي من هجمات ففي تحديد كبير من هذه الفيديو تصريحات سفير هيكي تشي بدور بريطاني فاعل في المشهد العراقي الذي تستعر فيه الأزمات التي ربما يتمكن البريطانيون المعروفون بالآنات والتأريخ الطويل في المنطقة من إطفائها بدلا من أن تبقى أزمة تالد أخرى أكبر وأصعب هيك الذي يرى أن الهجمات بالمسيرات غير مقبولة وتهدد العراقيين لا يتوقع انسحابا للقوات الأمريكية من العراق طالما أن تهديد داعش قائم ويدعو إلى أن تكون هناك حماية لقوات التحالف والبعثات الدبلوماسية لكن تصريحات هيكي هذه أثرت حفيظة الفصائل الموالية لإيران التي تتبنى هذه الهجمات إذ شن رئيس تحالف الفتح هذه العامر الشهر الماضي هجوما على السفير هيكي لسبب تصريحاته بشأن الانتخابات المبكرة المقرر أن تجرى في العاشر من تشرين الأول المقبل واعتبرها العامر تدخلا بالشأن الداخلي وليس العامر وحده من انتقد تصريحات هيكي إنما تحالف سائرون وكتائب حزب الله وغيرهما من الفصائل المسلحة ما دفع هيكي إلى القول من الطبيعي أن انتقد من قبل الفصائل الخارج عن سيطارة الدولة لكن لابد من حل سياسي لهذه القضية يشار إلى أن هيكي الذي تم تعينه سفيرا لبريطانيا في العراق في سبتمبر 2019 متزوج ولديه ثلاثة أبناء وسبق أن عمل في مصر وسوريا وليبيا ونيورك ترجمة نانسي قنقر